الرئيس السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة الخبز مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد استعداد طرفي الصراع للتفاوض في جنيب الاتحاد الأوروبي يؤكد أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تخالف المعايير الدولية المتفق عليها مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانورامة الثامنة الشاملة في نيل للأخبار نبدأها بالتفاصيل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنصيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتدول الخبز على مستوى الجمهورية خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني خلال اجتماع وزاري عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عنبة وزير الطيران المدني اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية والسيد رئيس المخابرات العامة والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية وسبو المعالجة التحديات القائمة في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بما فيها تشديد الرقابة وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجا وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أي مشاكل حالية من خلال ماي كانت دورة العمل ونظام التحصيل والدفع بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفقد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عينبى وزير الطيران المدني لاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزراء وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجية وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وحوكمة الإجراءات وترشيد الإنفاق كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية الاجتماع شهد أيضا استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات وخطة تطوير قرية البضائع وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ذكر موقع جلوبال فاير باور المختص بتصنيفات الجيوش عالميا في أحدث تقرير له عن قائمة عام 2020 لأهم جيوش العالم صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميا متقدما ثلاثة مراكز على التوالي متجاوزا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل التي جاءت في المركز الثامن عشر عالميا وقد جاء في التصنيف العالمي وفقا لجلوبال فاير باور الجيش الأمريكي في المركز الأول تلاه الجيش الروسي في المركز الثاني واحتل الجيش الصيني المركز الثالث شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظات عدة حملات لضبط وردع المخالفين للقانون تمكنت خلالها من ضبط عدد من القضايا يأتي هذا في إطار مواصلة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية هي اللحظة التي تووجت فيها جهود مدرية أمن القاهرة بتنسيق مع قطاع الأمن العام في أعادة طفلة مختطفة سالمة لأحضان والديها بنطاق قسم شرطة بدر الوقاعة تعود إلى بلاغ تقدم به والد الطفلة لقسم شرطة بدر أفاد فيه بتغيب نجلته عقب خروجها من الحضانة وهو بالفعل ما رصدته الكاميرات التي سجلت لحظة الخروج وكذلك لحظة اختطاف الطفلة واقتيادها داخل توكتوك ليتبين أن عاطل مقيم بذات العقار الذي تقدم فيه الطفلة وتربطه علاقة صداقة بوالدها وراء الواقعة وخطط لخطفها وإخفائها لدى سيدة بالشرقية والهدف كان مساومة الوالد على دفع فدية مقابل إطلاق صراحها لكن خطته لم تكتمل بفضل يقضت الأجهزة الأمنية بمدرات أمن القاهرة ووصولها للجناه سريعا والعثور على الطفلة في ضربة أمنية ناجحة ضد مصنع المواد المخدرة نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدرات أمن الجيزة في ضبط عناصر التشكيل العصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع والاتجار بمخادر الآيس وتروجه على عملائه بمدينة ستة اكتوبر الضبط تم بعد استهدافهم بأماكن إقامتهم وبحوزتهم كمية من مخادر الآيس والمواد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع بينما قدرت القيمة المالية للمضبطات بسلاسة ملايين وخمسمائة ألف جنيها بهدف تجفيف منابع الخصومات الثائرية في مهدها منعا لتفاقمها بما يؤثر على الأمن العام واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لوأد هذه الخصومات وإنهائها صلحا حيث نجحت مدرية أمن أسيط ومدرية أمن المنوفية في إتمام الصلح في النزاع القائم بين ستة عائلات وتمت مراسم الصلح في حضور القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات بالمحافظتين وتعاهد الجميع على نبز العنف وحقن الدماء واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتشية المكبرة والتي تهدف إلى ضبط كافة المخالفات التي تتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والداجيني والحيواني والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتلك التي تلوث البيئة ونجحت في ضبط 12 منشأة و6 سيارات بمضبوطات بلغت أكثر من 440 طن مواد غذائية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي كذلك فإن المنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية وتؤثر على الصحة العامة والبيئة كما تم ضبط أربعة مسابك نحاس وألمونيوم بدون ترخيص بنطاق محافظة القاهرة إضافة إلى مخالفاتها والتي تتعلق بعدم وجود سجل للحالة البيئية وعدم التخلص الآمن من المخالفات الخاطرة وسوف تستكمل هذه الحملات لضبط كافة المخالفات الضارة بالبيئة والصحة العامة عبدالله بركات للتلفزيون المصرية أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المصريين الوافدين من الصين بمطار العالمين للمصريين الوافدين من الصين بمطار العالمين أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكل من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء المصريين المتواجدين بمقاطعة ووهان الصينية والراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع دخوله إلى مصر وصلت إلى الأراضي المصرية طائرة مجهزة بفريق طبي متكامل على أعلى مستوى خصصت لنقل أبنائنا المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية تحمل على متنها 302 راكباً مصرياً وهبطت في مطار العالمين وقامت وزارة الصحة والسكان بتنفيذ خطة التأمين الطبي التي تشمل جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ليس فقط لضمان سلامة المصريين العائدين ولكن لضمان سلامة مقدم الرعاية الصحية أيضاً وكان قد تم تجهيز فندق كامل كحجر صحي طبقاً للمعايير الدولية خصصاً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين والأطقم الطبية المرافقة لهم وطاقم الطائرة وجميع المتعاملين معهم كما تمت مراجعة الإجراءات الوقائية واللوجستية اللازمة والتأكد من توافل سبل الإعاشة والإقامة لمدة أربعة عشر يوماً وهي فترة حضانة الفيروس وتم أيضاً توفير فرق طبية وإدارية دربت على أعلى مستوى على كافة الإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر الصحي كما تم تجهيز مستشفى النجيلة بمطروح وتزويده بكافة التجهيزات الطبية من أجهزة أشعة متنقلة وأجهزة تنفس صناعي ومعامل فيروسية وأجهزة غسيل كنوي وصيدليات متكاملة وتم الدفع بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم متخصصة في التعامل مع الأمراض المعدية وكذلك توفير الخدمات المعاونة والخدمات الفندقية على أعلى مستوى مصر لا تنسى أبناءها وسلامة وصحة المواطن المصري هي صحة الوطن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم أنه كتب إلى كل وزراء الصحة حول العالم طالبا منهم تحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا المستجد على جناح السرعة محذرة من أن خطر انتشار الفيروس على نطاق عالمي لا يزال كبيرا وجدد تدرس نصيحة منظمة الصحة العالمية بعدم فرض حظر على السفر إلى الصين أو التجارة معها لافتا إلى أن 42 دولة أعلنت رسميا عن تدابير تتعلق بالتجارة والصفر لمكافحة فيروس كورونا كما دعا تدرس الدول إلى تطوير الأدوية واللقاحات اللازمة للسيطرة على كورونا في غضون ذلك أعلنت هون كونج وفاة مصاب بالفيروس لتصبح ثانية حالة وفاة خارج الصين بعد وفاة شخص بالمرض في الفلبين شارك مئات من العاملين بالقطاع الطبي في المستعمرة البريطانية السابقة في إضراب اليوم الثاني على التواري لإجبار الحكومة على إغلاق حدود المدينة تماما مع بر الصين الرئيسي وذلك بعد يوم من ترك الرئيسة التنفيذية كاري لام ثلاثة معابر مفتوحة يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار خارج حدود الصين هون كونج أعلنت وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد لتصبح ثانية مكان خارج الصين القارية تسجل فيه وفاة بالمرض بعد الفلبين هون كونج أوضحت أن الضحية رجل يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما كان قد عاد للتو من مدينة وهان مركز تفشي المرض في الصين وتوفي لمضاعفات نجمت عن مشاكل صحية يعاني منها أساسا وأدت إلى تعقيد معالجته وتعد هذه الحالة الخامسة عشر التي تكتشف سلطات المدينة إصابتها بالفيروس في غضون ذلك بدأ نحو 2500 عامل طبي بهون كونج إضرابا لمطالبة السلطات بإغلاق الحدود مع الصين لمنع انتشار الفيروس بالمدينة ومنع دخول أي قادمين من البر الصيني بالإضافة إلى توفير المزيد من الرعاية الصحية للمواطنين مهددين بتصعيد الإضراب وفي مواجهة تنامي حركة الإضراب التي يقوم بها العمال الطبيون دافعت زعيمة هونج كونج كاري لام عن سياسة حكومتها لمنع انتشار الفيروس ورفضت تلبية مطالب عمال الصحة إلا أنها أمرت بإغلاق أي معابر حدودية إضافية مخلفة فقط ثلاث نقاط دخول من البر الصيني لا أتفق بالطبع مع مزاعم بأننا لا نواجه هذه المشكلة الصحية بشكل مناسب وبالتأكيد لا أتفق مع مزاعم أننا نضع السياسة قبل الصحة العامة هذه مشكلة تخص الصحة العامة كانت هونج كونج قد أضيرت بشدة بفيروس سارس أو المتلازمة التنفسية الحادة عامي 2002 و2003 وهو ناتج عن نفس عائلة فيروسات التفشي الحالي ويعتقد كثيرون أن النفية والكتمانة والسرية التي أحاط بها المسؤولون الصينيون الوضع آنذاك أدت إلى تفاقمه أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين طرفين نزاع مع اعتزامهم الاجتماع لإجراء محادثات في جينيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد تضم محادثات جينيف خمسة عسكريين كبار من الجيش الوطني الليبي وخمسة من القوات المتحالفة مع ما يسمى بحكومة الوفاق كما تستمر المحادثات حتى الخميس المقبل لوضع شروط للاتفاق خطوة جديدة للأمام خططها الأطراف الليبية نحو تسوية الصراع المندلع بالبلاد حيث تمكنت محادثات خمسة زائد خمسة المنعقدة في جينيف من تحقيق اختراق جديد حيث وافق ممثل الأطراف على مبدأ تحويل الهدن الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أكد أن الطرفين قد تبني مبدأ وقف إطلاق النار منذ الجلسة الأولى بعد عقد جلسات منفصلة لكل من الطرفين على حدة قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا بدءا بمحاولة تحويل الهدن القائمة إلى هدنة أكثر سخن وأقل انتهاكا من أي من الجانبين بل وتحويل هذه الهدنة إلى اتفاق حقيقي بشأن وقف إطلاق نار دائم كما أكد سلامة على أن القرار الخاص بشكل المراقبة التي يمكن أن تتابع الوضع على الأرض هو قرار يأخذه الليبيون فقط وقال إن هناك موقفا قويا للأمم المتحدة فيما يتعلق بعدم إدخال موضوع النفط في المساومة السياسية خاصة وأنه يمثل النسبة الأكبر في موارد الدخل الليبية معبرا عن القلق بشأن ما وصفه بعدم احترام بعض الدول لقرار مجلس الأمن لعام 2011 والخاص بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا هذا وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السياسي وفتح مخططات العدو أمام المجتمع الدولي مشددا على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق أمني نحن بالتأكيد أعلننا وقف إطلاق النار تلبية لدى من دول صديقة من أجل إعطاء فرصة لمساعي الخير من أجل أقل شيء نكسب في هذه المعركة هو أن نعري العدو أمام المجتمع الدولي محادثات 5 زائد 5 المنعاقدة بجينيف تضم خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي وخمسة من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس قائمة طويلة تضمنها جدول أعمال تلك المفاوضات بدءا من العمل على تعزيز تماسك الهدنة وتقليل انتهاكها وأيضا تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار هذا وتستمر المحادثات حتى الخميس القادم لوضع شروط للاتفاق سعيا لتقليل الهوى بين الطرفين وجعل الاتفاق أقل عرضة للانتهاك أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط لا تتفق مع المعايير الدولية المتفق عليها في الوقت نفسه تجمع نشطاء فلسطينيون في رامالله أمام دوار رفات الذي تم بنائه بأموال مساعدات أمريكية للاحتجاج على الخطة الأمريكية انتقادات واسعة وجه الاتحاد الأوروبي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط حيث اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الخطة لا تتفق مع المعايير الدولية المتفق عليها وفي تجديد للهجة الاتحاد الرافضة للخطة حذر المسؤول الأوروبي من أن تنفيذ أي خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لن يمر دون نزاع مؤكدا أن البت في قضايا الوضع النهائي يجب أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي سياق متصل اجتمع نشطاء فلسطينيون في مدينة رمالة بالضفة الغربية للاحتجاج على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط حيث تجمع النشطاء حول بناء تم إنشاؤه بأموال مساعدات أمريكية نرفض تماما كل الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة لدعم الاحتلال الإسرائيلي نحن هنا لنرسل رسالة واضحة مفادها أن كفاحنا سيستمر في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تقرير المصير المستقل وتم بناء دوار رفات جنوب مدينة رمالة بالضفة الغربية بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واستخدم النشطاء طلاء أبيض لإخفاء شعارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من على المبنى في غضون ذلك طلبت الإلهات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميسة المقبل وذلك لتقديم عرض من مستشار الرئيس دونالد ترامبا جاريت كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط وذلك قبل أيام من توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الخطة أمام المجتمع الدولي وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والاستماع إلى مواقف الدول الأربعة عشر الأخرى في المجلس دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف القتال بين القوات التركية والسورية في محافظة إدلب بشمال سوريا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده لن تسمح بتقدم الجيش السوري في المنطقة في حين وصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب محررا قرية النيرب الواقعة شمال الطريق الدولي حلب اللاذقية تصر تركيا على العمل قاقوة احتلال في الأراضي السورية ضاربة عرض الحائط باستقلال سوريا ووحدة أراضيها في ظل تمركز الجيش السوري في شمال البلاد فبعد يوم من مقتل ثمانية من أفراد الجيش التركي في قصف للجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا طالبت تركيا روسيا بإحياء الاتفاقات التي أبرمتها الدولتان بشأن إدلب لمنع جيش السوري من تحرير أراضيه أو شن هجمات أخرى ضد قوات الاحتلال التركي قلت لنظير الروسي سيرجي لفروف إن الجيش السوري يشن هجمات استفزازية على مواقعنا للمراقبة حول إدلب ونحن سنرد إذا استمروا في ذلك وإن على الروس منع الجيش السوري عن ذلك في أقرب وقت ممكن نحن لا نقبل تذرع روسيا بأنه لا يمكنها السيطرة بالكامل على الجيش السوري وتتواصل الاشتباكات حول مدينة سراقب شرقي إدلب بين القوات التركية والجيش السوري الذي يسعى لتحرير أراضيه من الجماعات الإرهابية في حين يتمسك الجيش التركي بعدم سحب قواته من 12 مواقع مراقبة أقامها في المنطقة في إطار اتفاق أبرم عام 2017 مع روسيا وإيران رغم أن القوات السورية تطوق بعضا من هذه المواقع في الوقت الراهن من جانبه أعرب قسطنطين كوزاشيف البرلماني الروسي البارز عن قلق بلاده العميق بشأن الوضع في إدلب ووصفه بأنه اختبار خطير لقوة الاتفاقات الروسية التركية القائمة سواء في إدلب أو في شمال شرق سوريا حيث يقوم البلدان بدوريات مشتركة ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يرغب في تصعيد النبرة إزاء روسيا حيث قال إنه في هذه المرحلة ليس هناك حاجة لبدء نزاع أو صراع كبير مع روسيا لأن تركيا لديها العديد من الخطط الاستراتيجية مع روسيا في إشارة إلى الشراكة الروسية التركية في عدة مجالات خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة مرورا بقطاع الدفاع إلا أن أردوغان شدد على أن تركيا لن تسمح للجيش السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب نزح أكثر من نصف مليون شخص وفق الأمم المتحدة جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا في واحدة من أكبر موجات النزوح منذ بدء الحرب في سوريا وأعلن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي نزح نحو خمسمائة وعشرين ألف شخص من منازلهم ثمانون في المائة منهم نساء وأطفال وأوضح أن النازحين توجهوا إلى مدن أو مخيمات قرب الحدود التركية في شمال غرب إدلب وانتقل عشرات الألاف إلى مناطق عفرين وأعزاز في شمال محافظة حلب المجاورة التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة تصعدت اليوم المواجهات بين متظاهرين مناهدين لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي وأنصار الزعيم الشعي مقتد الصدر بعدما أعلن الصدر دعمه لعلاوي وتدخلت قوات الشرطة لفصل الطرفين لكن المحتجين أطلقوا هتفات مناهضة للصدر والسلطات العراقية وإيران التي يتهمونها بدعم السلطة وتنفيذ عمليات لقمع الاحتجاجات كانت تحاد جامعات بغداد قد دعا إلى مليونية طارئة إلى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية احتجاجا على تكليف محمد علاوي تشكيل حكومة عراقية جديدة توصلت في ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق اليوم فعاليات الحراق الشعبي المطالب بالإصلاحات ففي بغداد شهدت ساحة التحرير مركز الاحتجاجات التقليدي تدفق حشود طلابية وبادر متظاهرون في محافظة ذيقار جنوبي العراق بقطع ثلاثة جسور رئيسية هي النصر والحضارات والزيتون في مدينة نصرية مركز المحافظة بينما شهدت ساحة الاعتصام بمدينة النجف منواشات بين المتظاهرين وبينما يسمى بأصحاب القبعات الزرق مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المتظاهرين لكن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أفادت بانتظام عمل المدارس والجامعات والدوائر الحكومية وذلك في محافظات ذيقار وواسط والديوانية والمثنى وميسان والنجف والبصرة وقربلاء التي تعطلت أو تلكأت منذ نحو أربعة أشهر في تزامن مع تظاهرات الشعبية الوسعة المطالبة بالأصلاحات وبالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق التقى عدد من الكتل النيابية رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مؤكدين على إعطائه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء على أن يتم اختيارهم وفق الخبرة ومن الشخصيات المتسقلة والنزيهة النواب طلب من علاوي أيضا تواصل الوزراء مع اللجان المختصة في البرلمان شهريا أو اسبوعيا علاوي من جانبه وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزراء وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي كما وعد بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لكي تتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات لمتابعة هموم الناس وطلباتهم كما أكد وجود نية بإشراق ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي ووعد علاوي كذلك بمكافحة الفساد في دوائر الدولة والقضاء على حالات الرشا وتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة وتعزيز حقوق الإنسان من جانبه اعتبر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أن تكليف علاوي خطوة مهمة تجاه اكتياز الأزمة السياسية في العراق لأنه بحاجة ماسة لحكومة انتقالية فعالة تكون قادرة على التركيز في قضايا المساءلة والإصلاحات وتنظيم الانتخابات الجديدة وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم تطلعات المشروع للشعب العراقي لإقامة دولة قوية وفاعلة ذات مؤسسات خاضعة للمساءلة تعمل على خدمة المواطنين لقي 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي مصرعه خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني على جهة الجرعوب بمدرية المتون غربي الجوف ويأتي هذا في حين هزت انفجارات مدينة مأرب وسط اليمن بعد أن أصابت ضربة صاروخية منشأة لتخزين الأسلحة تابعة للقوات اليمنية وقال مسؤولون بالجيش اليمني أنهم لم يسجلوا أي خسائر بسبب الانفجارات أو الحرائق واتهم جماعة الحوثي المتمردة بتنفيذ الضربة قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وقال بوريل أثناء زيارته إلى طهران إن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب ضرورة أحالة نزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران في الرابع عشر من يناير الماضي بانتهاك بنود الاتفاق الذي يهدف إلى وقف برنامج طهران الناوي وبعد أشهر من الخطوات التدريجية لتقليص الالتزام بالاتفاق قالت إيران في السادس من يناير إنها ستلغي القيود المفروضة على تقصيب اليوران مستمرون مع حضرتكم في هذه البانوراما وفيها بعد قليل مع قرب انتهاء محاكمته ترامب في مواجهة مباشرة مع الكونجرس في خطابه المرتقب عن حالة الاتحاد والآن نتحول لمتابعة الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما بصحبة الزميلة ميرفت المليجي أهلا بك ميرفت شكرا لك أيمن وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل ونتابع فيها هيئة الاستثمار تقول أن نحو ستين شركة سويسرية تستثمر في مصر بقيمة مليار وثمانمائة مليون جنيه أهلا بكم أعلن المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادية حيث يوجد في مصر حاليا أكثر من ستين شركة سويسرية باستثمارات بلغت نحو مليار وثمانمائة مليون دولار جاء ذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري السويسري والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع السفارة السويسرية والذي تم خلاله توقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين في مجالات تحديث التعليم العالي وتطوير هيكلة القطاع الأعمال العام وتطوير صناعات الغزل والنسيج كشف تقرير تموين إفريقية عن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النقابة عن أن العام الماضي 2019 قد شهد ارتفاعا ملحوظا في الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا وقد أشار التقرير إلى أن الشركات المصرية قد حازت على استثمارات على مدار العام لتتفوق بذلك على أي دولة إفريقية أخرى مثل ما نسبته 28.13% من إجمالي السوق الإفريقية وقد أوضح التقرير الصادر حديثا عبر موقع ديسبريت أفريقيا والمعنى بأخبار الشركات الناشئة في القارة أن عام 2019 قد شهد نموا في السوق المصرية بالنسبة 159% التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد البنك الدولي المعني بتقرير تيسير أداء الأعمال وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولية الدكتورة رانيا المشاط وخلال اللقاء أطلع مسؤول البنك رئيس الوزراء على نتائج الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي والمجالات التي أحرزت فيها مصر تقدما من خلال برنامج الإصلاح الهيكلية الجاري تنفيذه وكذلك المجالات الأخرى التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين وضع مصر على مؤشر سهولة أداء الأعمال أكد التانبين جامع وزيرة التجارة وصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا جاء ذلك خلال افتتاح أحدث معمل المتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات العمل على توفير آليات جديدة لتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات واستحداث معامل فحص البضائع الغذائية أهداف رئيسية تسعى إليه وزارة الصناعة والتجارة لتطوير خدماتها بالموانئ الجوية من هنا جاءت زيارة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حيث قامت بافتتاح معمل بقايا المبيدات بمطار القاهرة نفتتح معمل متبقيات المبيدات وهذا المعمل من ضمن خطة أيمين عليها في الهيئة لتطوير المعامل بحيث أن نحن نحسن من جودة الخدمة وفي نفس الوقت أن نقلل الزمن موصفات الجودة تكون بطريقة مقننة أو بطريقة أفضل مما كان عليها اعتمدنا حوالي 360 مليون جلي تطوير المعامل بالكامل منهم حتى الآن ما تم استغلاله 102 مليون فقط للمعامل الغذائية وبالتالي التطوير يستمر معنا كمان السنة اللي احنا فيها 19-20 و21 بإذن الله هنستمر للمعامل الصناعية واستكمال الغذائية جولة تفقدية قامت بها وزيرة الصناعة والتجارة بمعامل السلاع الغذائية والمركز الإلكتروني بالهيئة وما يمتلكه من شبكة معلومات لربط جميع الفروع بمختلف الموانئ لتسهيل الإجراءات إلى جانبي مركز خدمات التجارة والذي يقدم خدماته للمصدرين والمستوردين نشغالين بسيستم لصالح المستورد ولصالح الجمهور ولصالح الصحة العامة احنا لما قررنا ننشئ المعمل درسنا السوق كويس جدا ودرسنا المواني النوع العينات اللي بتيجي فيها ودرسنا وضع الصادرات بتاعتنا المصرية جبنا أحدث 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 لفحص المبيدات والسموم الأفراد عندنا متضربين تدريب داخلي وخارجي في الاتحاد الأوروبي بعد افتتاح معمل بقايا المبيدات تكون منظومة المعامل الغذائية قد تم استكمالها لعدم نقل الرسائل الواردة خارج الميناء لتعزيز الصادرات المصرية والتي تم اعتمادها على ثلاث مراحل بـ 360 مليون جنيه والتي ستقلل من زمن إجراءة الإفراج الجمركي جهود كبيرة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة لتطوير وتحديث معامل فحص السلع الغذائية والصناعية وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء تعاملات المستوردين إلكترونيا بما يحقق تيسير الإجراءات الجمركية وزيادة تنفسية المنتجات المصرية وهو ما ينعكس على جذب الاستثمارات من هيئة الرقابة على الصادرة والواردات بمطار القاهرة أحمد ممدوح أني صلت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل ومنظومة النقل خلال العام الماضي 2019 وذلك من خلال رسم توضيحي نشره حول التطور الكبير الذي شهده القطاع وقد كشف الرسم عن تنفيذ ستة وعشرين مشروعا في مجال الطرق بأطول تصل إلى خمسمائة واربعين وعشرين كيلو متر وبتكلفة بلغت نحو ملياري ومائتي مليون جنيه وقد أوضح الرسم التوضيحي أن هذه المشروعات قد سهمت في تقدم مصر نحو سبعة عشر مركزا في مؤشر الجودة الطرق في تقرير التنافسية لتحتل المركز الثامن والعشرين مقارنة بالمركز الثامن والاربعين في عام الفين وثمانية عشر نهاية أخبارنا الاقتصادية في بانوراما نيل وعودة لزميل أيمن لاستكمال ما تبقى من البانوراما إليك شكرا جزيلا لك نعم يدقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام اجتماع للكونجرس بمجلسي يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه الديمقراطيون الذين يمثلون للدعاء في محاكمة ترامب مجلس الشيوخ على إدانات لحماية الديمقراطية وذلك على حد وصفهم واختتم النائب آدم شيف المرفعات النهائية للدعاء بالتجديد على ضرورة عزل ترامب للتأكيد على عدم وجود رئيس فوق القانون ومنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات المقبلة هذا ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ويهيمن عليه الجمهوريون تصويتا غدا الأربعاء بشأن عزل ترامب من منصبه الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء اختتم معرض القائرة الدولية للكتاب اليوم فعليات دورته الحارية والخمسين حيث شهد إقبالا كبيرا من الجمهور بمختلف شرائحه العمرية وحرست الأسر المصرية على استحاب أطفالها إلى المعرض لإطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم كتب الأطفال في جناح الأطفال بالمعرض كما توفد على المعرض أيضا عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية ختام معرض القائرة الدولية في نسخته الحادية والخمسين يأتي بعد تسجيل نجاحات على كافة المستويات وبحضور جمهوري هو الأكبر على مدى تاريخه وفي ختام فعليات المعرض أقرت إدارته بأن تكون اليونان ضيف النسخة المقبلة اللجنة العليا قررت أن ضيف الشرف يكون اليونان الحقيقة الحكاية دي نعدلها من قبل افتتاح المعرض بحوالي ثلاث شهور واليونان وفقت واهتمت أنها تبقى موجودة في ذكرى 200 سنة على الثورة اليونانية وأنا أظن أنه أهم ما في اختيار ضيف الشرف اليونان بالإضافة لتاريخه الثقافي الممتد والعريق هو التماس الحقيقي والمباشر ما بين الثقافة اليونانية والثقافة المصرية وفي لفتة إنسانية كرمت وزيرة الثقافة أسرة الكاتب الراحل محمد حسن خليفة خلال حفل تأبين بحضور أسرته وأصدقائه وكان الراحل قدم هذا العام مجموعة قصصية بعنوان إعلان عن قلب وحيد وكان قد وفته المنية في ثاني أيام المعرض وجود حفل النهاردة في مرض الكتاب التأبين وتبجيل للإس دي حاجة في حد ذاتها جميلة جدا ودية بنعتبرها بتقلل المصاب أو الفقد اللي إحنا فقدنا لمحمد في تغيير الحالة النفسية عند الأسرة جميعا من جهتهم أعرب رواد المعرض عن سعادتهم بمشاركتهم بهذه النسخة مشدين بجودتها من حيث التنظيم وتعدد الفعليات موجهنا الشكر إلى الشباب المتطوع الذي يقدم المساعدة حاجات بتاع تخصوص اللغة العربية والحاجات دي فيها تطوير كتير جدا المعرض كويس والتنظيم سهل كويس إن فيه متطوعين وكده عن السنة اللي فاتت والتنظيم أسهل النظام وتعاملوا الناس معنا وإحنا تعاملنا مع الناس لأ حاجة بصراحة ممتازة القاعات وموضوع الانفورميشن إيريا اللي عاملينها الناس المتخصصة في إنهم يوصلوك لكل مكان أنت عايزوا حتى الديتا المتوفرة على الانتراريت دي في جديدة هنا مهمة إنسانية أولا وأخيرا يعني إحنا أديه مثلا علينا عبق فكرة إن المواطن أو الزائر بيجينا إحنا بيصق فينا إن إحنا ما أديه المكان المحدد وخصوصا أنت المعرض عارف إنه طويل بعيد قوي فإنك تديله المكان الصح اللي هو اللي يروح فيه بالظبط وخاصة لما لقينا إن فيه ركن خاص للشرطة وركن خاص للدفاق الجوي دي كانت حاجة موازمة مختلفة وكانت الدورة الحادية والخمسين من المعرض شهدت تنوعا بضار النشر وزيادة عددها إلى أكثر من ثمانمائة بزيادة عن النسخة السابقة بحوالي تسعين دار خلال خمسة عشر يوما من عمري معرض الكتاب كانت الحصيلة شبه نهائية للزوار تخطط حجز الثلاثة ملايين زائر ما يؤشر على نجاح الدورة الحادية والخمسين من المعرض على كافة المستويات سواء من المعرضات أو الندوات الثقافية رمضان المطعني النيل وفي البانوراما أيضا بعد أنباء الرياضة وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر الناهزة ثلاثة وثمانين عاما نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبدالدايم الفنانة نادية لطفي التي وفاتها المنية اليوم عن عمر الناهزة ثلاثة وثمانين عاما بعد صراع مع المرض حصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز خلال مشوارها وكرمتها مهرجانات مصرية وعربية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما نجمة جديدة تنطفئ من سماء الفن رحلت عن عالمنا لويزا صاحبة العيون الجريئة التي اخفتها النظارة السوداء شقراء السينما العربية رحلت الفنانة نادية لطفي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية عن عمر الناهزة ثلاثة وثمانين عاما بعد مشوار فني ثري امتد لعقود بين بلاتوهات التصوير حيث اكتشفها المخرج والمنتج رمسيس ناجيب واختار لها اسمها الفني اقتباسا من شخصية نادية في رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس لا أنام والتي قدمتها للسينما الفنانة الراحلة فاتن حماما ولدت بولا محمد مصطفى شفيق الشهيرة بنادية لطفي في الثالث من يناير عام 1937 بحي عبدين بالقاهرة وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955 نادية وكان أول ظهور سينمائي لنادي رطفي في فيلم سلطان أمام الممثل الراحل فريد شوقي من انتاج عام 1958 وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية ومنها الناصر صلاح الدين وهكذا سقطت الويس حب إلى الأبد حب الوحيد السبع بنات مع الذكريات أيام بلا حب صراع الجبابرة مذكرات تلميذة الخطايا أبي فوق الشجرة السمان والخريف النظار السوداء جواز في خطر سنوات الحب حب لا أنساء دعني والدموع ثورة البنات حب ومرح ودموع بين القصرين والمستحيل والباحث عن الحب ومطلوب امرأة والحياة حلوة وعدو المرأة وغرميات مجنون والليالي الطويلة وجريمة في الحي الهادئ ولا تطفئ الشمس حصلت نادي رطفي على عشرات الجوائز خلال مشوارها وكرمتها مهرجانات مصرية وعربية رحم الله الفنانة الراحلة وختام البانوراما تذكير بأهم العنوين الرئيس السيسي وجهه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخادي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد استعرار طرفي الصراع للتفاوض في جنيه الاتحاد الأوروبي يؤكد أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تخالف المعايير الدولية المتفقة على الأمم كتام البانوراما جاءكم من النيل في القاهرة نشكر لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء